موسيقى في حلقتنا اليوم متابعة لما يدور في كواليس جمعية الشفافية الكويتية و أيضا تغطية لفعاليات احتفالية رابطة الأدباء الكويتية بمرور خمسين عام على تأسيسها أما الآن الكويت تعتبر الأعلى عالميا في حوادث السير و لقد تضاعفت أعداد ضحايا الحوادث المرورية في الكويت و ارتفعت الخسائر البشرية و المالية الناجمة عن حوادث الشوارع خلال الفترة الأخيرة يمكن أن تتفعت الحوادث نسبة 65% خلال أربع سنوات فقط و هو ما يكلف الكويت نسبة 3% من الناتج الإجمالي للدولة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية و ما يجعل الكويت أيضا تحتل المرتبة الثالثة عالميا حسب آخر دراسة لمعحد أبحاث النقل لجامعة ميشيغن أفوان الأمريكية طبعا هذا التقرير اللي راح تشوفونه هو عبارة عن تقرير لإستعراض شباب جدام أحد المدارس طبعا ما هو في وقت الدراسة و لكن وقت ما بعد الظهيرة أتوقع ملينا و نحن نتكلم عن هذا الموضوع ملينا و نحن ناشد المسؤولين بتوفير أماكن للشباب علشان تستوعبهم اليوم و نحن قاعد نطالع الفيديو واحد من الزملاء كان يطالع ويانا و يقول هذه الحالة يوميا موجودة يوميا معقولة معقولة يوميا قاعدة تصير هالاستعراضات و هالأحداث اللي حوالين السيائير ما تذكرون أنت و الحوادث اللي صارت و الأرواح اللي زهقت و سب الحوادث نذكرها و نذكر أيضا اللي يعني أعمارهم أعمار الورد راحوا من شيء سهلهم نشوف و نعلق على الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قريبة المشكلة يعني اللي قاعدة تتابعونها الحين المشكلة اللي صار لا سمح الله مصيبة في واحد فيهم انقلبت الجيرة كلها و قالوا و حطوا و شالوا و نزين أسرهم الناس اللي مربين هم المفروض أن يتابعون هالأطفال هذين أو أهل يعني كم أعمارهم اللي قاعدة تشوفونهم يعني تقريبا الحد الأدنى عندهم 12 سنة 12 سنة قاعد يتابع السعرات بالشارع و تشفيق يعني ما أتوقع هالغفلة هذه ممكن أنها تصير بالنسبة حق الأسر و بالنسبة حقكم أنتوا يعني الداخلية و وزارة الداخلية لازم يكون لها دور لها وكفة مو معقولة يعني جدام مدرسة ممكن تصير مثل هالسوالف و يوميا قاعد يصير هالموضوع هذا اللي وصلني و اللي بلغني أنه يوميا للسعرات الشخار تابوني أقول اسم المنطقة بعد بصليبية هاللي قاعد يصير بصليبية و قبل فترة أيضا صورنا تقرير بالوفرة و تكلموا الناس و قالوا أنه والله إحنا ما عندنا أماكن نستعرض فيها كان تصوير أتوقع صورت التقرير بالاشترا قاعدنا نصور له تقريبا ساعة متأخرة للفير و نحن قاعد نصور و شغالين استعراض و مخذير راحتهم على الآخر و تتصلخ التواير و يشيل سيارتها بونش و الحياة سعيدة جماعة نحاول نركز نحاول نشوف يعني الوابع اللي محتاجين الشباب عندنا هنا بالديرة نحتويهم نشوف طموحاتهم نشوف إبداعاتهم بهالاستعراض هذا و وفر له مكان خليه يستعرض و يشفه و طاله كيف يعني قبل كنا نستانس على سالفة الرابطة بس نحن نشوف سيارة تستعرض نحن نشوف بس هذا اللي قاعد يلعب بتوايرة و يصلخ توايرة و يعطونا آخر شيء توايرة و أتوقع مكان تواير اللي تصلخت يعني القصة يمكن يكون فيها حواية ممكن هذين يوصلون في يوم من الأيام حقراليات عالمية تبنوهم في منهم ناس ممكن يعني محترفين بالقيادة اللي قاعد أشوفها فعلا يعني احتراف بس ديروا بالكم على عيالكم يا جماعة و عيالكم أمانات بأعناقكم قبل الله يكونون أمانات بأعناق المسؤولين عندنا سواء في الدولة أو المسؤولين في وزارة الداخلية عن اللي قاعد يصل احنا فاصل يأخذنا منكم أيضا لا قبل الفاصل قبل الفاصل نبهني نبهني أمين شكرا راح نرجع لكم و نكمل باقي فقرات برنامج مسائل هذه الليلة و لكن عندنا تقرير لرابطة الأدباء اللي احتفلوا بمرور و أقامت رابطة الأدباء الكويتية احتفالية بمناسبة مرور نصف قرن على تأسيسها و التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله و رأى حيث دعت إليها الرابطة عددا من المثقفين من مختلف أرجاء الوطن العربي و التي كانت مصحوبة بندوة ضخمة يقدم فيها متخصصون أبحاث على درجة من الأهمية بما يتناسب و المسيرة الأدبية للرابطة عفوا التي رعتها الدولة على مدى خمسين عام و أصبحت واجهة فكرية و حضارية أمام العالم نتابعوا إياكم تفاصيل هذه الاحتفالية و معكم شغل البدليات التي قرطيتها و نرجعوا إياكم الشعر فوضاه لملمة لإنسانيتي و رؤاه بوصلة إلى استقرارها و كأن قافية تسافر في دمي من قبل أن يشدو فمي بهزارها أتنفس الكلمات إذ أتلمس الأشياء منسربا إلى أغوارها ما لم يجأ من شرفة التاريخ قد جاءت به الشعراء في أشعارها هذا المشهر الذي أشوفه تدامي الآن كان في أول لحظة سعد فيه خشبت للرابطة وحييته بمغور شعر لها رحبة لا زالت خليف الرحبة إلى يوم الأعداء لا زالت خليف الرحبة لا زالت خليف الرحبة هل نرجعوا هنا بالوجهة نفسها يمثل كل شراح المجتمع كلهم الشعب الجديد الناطق السياسي كلهم هم اللي نأمون هم اللي نأمون هم اللي نأمون برعاية كريمة من سيد حضرة صاحب السمو احتفاءاً واحتفالاً في هذه الرابطة العريقة التي دعمت الثقافة والفكر والأداب في وطننا القالي وما في شكل علام مقامات أدبية توالت وهناك من يقوم إن شاء الله في جهود لدعم الحركة الثقافية الكويتية في هذه المناسبة ننقل لهم تحيات سيد حضرة صاحب السمو والأمير وسموه لعهده الأمين وسموه اسمه الزراء وتهنيهم في هذه المناسبة العزيزة ودعمهم الكبير لدور الحركة الثقافية وخاصة أيضاً الدور المميز للرابطة والقائمين عليها جميعنا يعلم أن المجتمعات النابضة هي التي تقوم بمراقبة أداء حكومتها وسياستها عبر جمعيات نفعام غير ربحية والمعروفة باسم NGO والتي تلعب أدوار مهمة في تحقيق الرقابة الشعبية اليوم نصلت الضوء على جمعية الشفافية الكويتية للتعرف على ما يحدث في كواليسها وما يدور بعيد عن أعين المجتمع شنو هو السر وراء إجراء انتخابات لأول مرة لاختيار المجلس القادم للجمعية دفع بعض الأعضاء الجمعية لتشكيل قائمة تحمل اسم قائمة النزاهة لخوض انتخابات إدارة الجمعية القادمة تفاصيل كثيرة في لقاء مليء إن شاء الله بالشفافية مع ضيوفنا الكرام أعضاء الجمعية وعشان لا يزعل الأستاذ عد الخالق مرشحين العضوية في الجمعية طبعا في البداية رحب الأستاذة دلال خالد البدر مرشحة في جمعية الشفافية الكويتية وأيضا الأستاذ عبد الخالق الخطيب سيدين جدا متواصلوا إياك وأيضا الأستاذ إياد سعدون المطوع سيدين جدا متواصلوا إياك إن شاء الله تكون أسئلتنا مريحة وخفيفة على قلوبكم في البداية أرحب فيكم هذه الساعة المباركة بوجودكم عندنا طبعا في البداية حاب أني أنا أسألكم قائمة النزاهة سالفتها بالضبط يعني أنا موجه السؤال لك قائمة النزاهة هي قائمة تتكون من ساعة مرشحين ما عندنا توجهات سياسية لاحكين عن التوجهات السياسية وهذه الأمور هذه نتكلم عنها تفضل طبعا القائمة تشكل كل أطياف المجتمع رأينا أن هناك مواضع تحتاج إلى تطوير في أنشطة الجمعية ونهجها فقررنا خوض انتخابات مجلس إدارة ممتاز طبعا أنا أتوجه للأستاذياد بهذا السؤال أهداف هذه القائمة على شنو تنص شنو اللي فكرتوا فيه عشان تنشؤون مثل هالقائمة و الخوض في الانتخابات بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نشكركم على الاستضافة الطيبة الله يسلم يعني الأهداف بكل بساطة طبعا نحن جمعية الشفافية جمعية أنشئت في مارس 2005 و من ذاك التاريخ إلى اليوم لم تحصل أي انتخابات أبدا كانت المجالس إدارات كلها تخرج بالتزكية و يعني إذا كان أمر نوعا ما بالاتفاق يمكن بالبداية كان لكن بعد فترة خاصة السنوات الأخيرة كان هناك بعض العنشطة وجيدة لا باس فيها ولكن اعتراها بعض برأينا أن هناك بعض النقص إضافة إلى أنه إذا كنا كجمعية شفافية نريد شفافية في الكويت الأصل أننا نطبقها على نفسنا أساسا فلابد من إجراءات يعني إذا مجلس إدارة حتى يطلع بالتزكية لابد من إجراءات معينة يعني يعني يعلن عن انتخابات و يفتح باب الترشيح و الكل يتقدم والله يتقدمه مثلا تسعة صارت تزكية والله يتقدم أكثر صارت انتخابات و هذا شيء يعني ما يزعي لحد و هذا شيء طبيعي جدا و بالعكس يكون هناك نوع من التنافس الطيب والشريف بين الجميع و الكل يساهم و يأخذ دوره و يأخذ حصتها و يأخذ تكافؤ الفرص الذي ندوره يعني كانت أهدافكم هي الانتخابات في حداتها أو هناك أهداف أخرى طبعا هناك أهداف أخرى لكن نقول طبعا أول هدف من أهدافنا الذي إذا الله سبحانه وتعالى و دخلنا نهدف أول شيء إلى إيجاد الحوكمة داخل الجمعية حوكمة نعم ما هي الحوكمة إذا هناك مجلس إدارة المجلس إدارة هو يتابع يسن السياسات و يتابع تنفيذها من يطبق هذه السياسات مدير عام في الجمعية تنفيذي هو يقوم بهذا التنفيذ الدور التنفيذي عشر سنوات ما عندنا مدير تنفيذي يعني مجلس إدارة يهدير كل شيء و هذا طبعا شيء يخالف معايير الحوكمة الدولية و الذي نطالب فيه حتى بالدولة تصير هذا جانب الجانب الثاني عندنا رأي أننا نتوجه أن مجلس الإدارة أن يكون هناك تدوير و أن لا تكون هناك رئاسة مطلقة غير محددة و لا عضوية مجلس إدارة محدد نحن نفكر أن العضوية أو رئاسة المجلس إدارة تكون محددة في دورتين كل دورة سنتين و سنتين و يفتح المجال لغيرها يعطى ما عنده و إذا أخير ساهم سواء رئيس أو عضو مجلس إدارة و ثم يدخل ناس تانين أو آخرين يعطون نجدد الدماء و نجدد أيضا العنشطة و نكون خبرات جديدة بنفس الوقت يعني هو الهدف الرئيسي تجديد الدماء و تدفقها داخل جمعية الشفافية الكويتية إذا أتوجه بالسؤال أيضا لأستاذ عبدالخالق الذي نقول نجري يحب تناجر دائما يأديكم بدوانية إذا نتكلم عن موضوع ليش انتخابات ليش صارت انتخابات أو ليش طول هالفترة هذه يمكن من ضمن حديثك قلت أنت كانت بالتسكية و كانت بالتدوير و غيرها ليش انتخابات هالحزة عموما هو مبدأ الانتخابات مبدأ إنساني راقي و وصلت للأمم كلها على أنه هو الأسلوب الأمثل لإيصال الأفراد النزيهين الكفاءات إلى المكان المناسب نتبق من حيث المبدأ أن الانتخابات مبدأ حضاري و الغايات النبيلة تدرك بالوسائل المشروعة هذا المبدأ الأساسي اللي نحن على الأساسه نجد أن نتفق أنه الانتخابات لا تعني بأي حال من الأحوال الاحتكار بل تعني مزيد من العضاء الاجتماعي للمجتمع المدني ممتاز في قائمة الشفافية أو قائمة النزاهة أو أي قائمة أخرى المفروض يكون عندنا تدعيم لدور الجمعية في استغطاب أفراد المجتمع كلهم بالأستثناء طائمة النزاهة حطت من ضمن أولوياتها أنها تنفتح على المجتمع وتخدم أكبر شريحة بالمجتمع تستوعب كثير من الكفاءات التي يفترض أنها تساهم في بناء المجتمع الكويتي وتدارك الأضرار التي تأتي لتيجة لبعض الممارسات الخاطئة هذا هو أصل مهم عندنا في جمعية الشفافية ممتاز ريال حادي كيف تقول عنها نجرب الدوانية كل جرسة هادية هم جيلة أحب بدونكم هذا بس أبي حماس شوية بعد الفاصل لك سي فاصل برايكم أنت وقلت و جمعية شفافية متغذية يكلموني عن الرجيم و الدايت مشاهدين رح نستكمل وياكم الحوار وأجه سؤالي للاستاذة دلال البدر العنصر لنسائي مهم دائما نرى ما شاء الله في الفترة الأخيرة العناصر النسائية تشارك في جمعية النفع العام وتشارك في مؤسسات الدولة وتشارك أيضا في العملية الديمقراطية كلها دور المرأة في جمعية الشفافية السابقة بصراحة دور المرأة في جمعية الشفافية دور فعال جدا يبدأ من تأسيسها طبعا أول ما تأسست تزامن تأسيس جمعية الشفافية مع إقرار حقوق المرأة السياسية فكان أساس لنا من أيام التأسيس صحيح قانون خمسة إلى ألف عام و خمسة صحيح أذكرها بالضبط رأينا أنه مهم أننا نسعى أن نفعل دور المرأة ليس فقط في جمعية الشفافية في المجتمع تصبح رسالتنا من أحد أهم رسائل نعم في جمعية الشفافية فأسسنا مركز تمكين المرأة ممتاز كنت أمين سر المركز لمدة سنتين وكان هدف المركز أن نأهل المرأة ونفعل دورها في المجتمع سياسيا اقتصاديا تربويا سوينا محاضرات ندوات دورات تدريبية وكان دورها كبير جدا وشاركت في مراقبة الانتخابات أول انتخابات وليوم مركز تمكين المرأة فعال جدا في جمعية الشفافية ممتاز أسأل الله يوفقكم دور مهم جدا دور المرأة أستاذ إياد وأيضا إذا بنتكلم على موضوع الانتخابات وننتقل إلى الموضوع الأساسي معاكم دائما نسمع أن الانتخابات مجرد ما تجرى انتخابات في أي مكان نسمع بعض الأقاويل بأن هناك مصالح هناك من يريد أن يتكسر هناك من يريد أن يصل لغايات معينة في نفسه أو في نفس منهم معاه لغاية في نفس يعقوب نعم كثير من هذه الأمور نسمعها كثير من هذه الأمور نسمعها هل الغايات بهذه الطريقة التي سمعتها من الناس أنها قمت بإنتخابات لكي تصل إلى حقايات معينة سواء كانت سياسية سواء كانت نخبوية لكي تأخذوا مبوزيشن لا نعطيك أن نبدأ سريعا ما هي الشفافية نحن نحن نفعل الشفافية أساسا هي جمعية مهنية فنية بعدها بالدرجة الأولى يعني لا تتحمل توجه سياسي أساسا هي أصلا تتبع لنتفكر فيها مليون مليونيات في سنة 2003 الأمم المتحدة صدرت قرار اتفاقيا صح التعبير اتفاقية بكافحة الفساد الكويت وقعت عليها وافق عليها مجلس الأمة في الكويت 2007 إذن نحن منزمين أن نتابع تطبيق هذه الاتفاقية التي دخلنا من ضمنها كدولة بالتالي جمعية الشفافية دورها ليس فقط محلي لها صدى دولي لذلك نقول أي نقص أي خلل فني مهني في الجمعية يؤثر لأن يكون صدى غير أي جمعية ثانية هذا جانب الجانب الثاني أعضاءها منهم المرأة لا يوجد شك لها دور أساسي كذلك الرجال لكنها تتميز أنها تجمع نخب المجتمع من جميع التخصصات يعني ما هي جمعية مثلا والنعم الجميع لكن جمعية محاسبين فيها محاسبين فقط جمعية اقتصاديين اقتصاديين فقط وانت رايع محامين محامين فقط أنت هناك الكل موجود عندك وكو جميع التخصصات والخبرات ولا تستغني بل أنك بالله أحيانا تروح إلى خبرة معينة ما هي عضو معاك وتستجلبها سواء محلية أو خارجها حتى تستعين فيها في عمل أيضا أنا الذي عرفت عنك أنك أنت متقاعد ومتفرغ للعمل في الجمعية كمتطوع فيها نعم أنا عضو جمعية ويعني كلكم متطوعين داخل الجمعية نعم كل الموجود متطوعين أنا مؤسس كذلك واخد دلالة مؤسسة معنا الحمد لله الهدف ما لها لأنه هدف كبير مم بسيط أم يهدعش شخص أسسوها أنت تحتاج أي جمعية خمسين شخص لكن ولم يهدعش لو تشوفهم كل كويت فيها والآن إلا الحمد يعني الرقم كان يفترض وصير أكثر من الحال نحن وصلنا إلى ثلاثمئة مثلا هذا أحد الأسباب نقول ليش ليش ثلاثمئة خلال عشر سنوات أنا المفروض اليوم أنا ثلاثة ألاف مثلا أن هي مثل ما قلت لك هي ما هي مهنية الضم مهنة معينة هي مفتوحة للجميع هو دخل لتبي روح أنا عندي إضافة أريد على استشكالك أنه هناك اتهام أنه مصالح ومنافع خاصة أنا لا عندي أي إشكال لا توحقني لا أنا أقول مو إشكالك بداي رازل بداي رازل أبي يقول نقدتين يخدمون أنا وجهت سؤال لا أكثر ولا أقل هناك يعني من يتعرض لأي انتخابات لأي انتخابات أعيد صيغة سؤال لأي انتخابات ممكن أنها تصير أنزين بأن هناك غايات معينة وراء هذه الانتخابات ومصالح أنا بالبداية قلت لك هناك غايات نبيلة ومتفقوا يعينا الغايات النبيلة أكيد ما يكون لأفسها أكيد أكيد أنا أقول لك السيرة الذاتية للبشرية التاريخ كله أي إنسان نزيه ونبيل أيضا تعرض للنقد الأنبياء على أسوء أكيد تعرضوا للاتهام أمر مفروغ وبالتالي هذا كلام الناس كلام مكرر ومفروغ منه يعني يتكرر بحسب الحدث بدون تحقق وبدون تدبر الذي يحميك السيرة الذاتية الذي يحميك بعد النجاح أو بعد الوصول للمكان نزاهتك ونظافتك واستمرارك على مبادئك أضف إلى هذا أن داخل الجمعية الجمعية الشفافية فيه ضابطة إذا تعرضت المصالح يستقيل العضو المفروض ولا يشارك بمكان تتعارض مصالحه مع مدركات الفساد أو أنه يكون يطلع من النزاهة أو يطلع من حالة الحيادية فبالتالي الجمعية فيها تنظيم داخلي لائحة تنظم هذا يعني عندنا مجلس الإدارة سابق الأستاذ دكتور رياض الفرس لما صار وكيل وزارة ترقى طلع من مجلس الإدارة لأنه أساس يقيم لو كان هو بلجان في المجلس الإدارة يقيم من زين ينزل ينزل يكون على شبهة أنه قد يغطي على الجهة التي هو فيها فهو استقال ويترك من المنصب لأنه راح إلى منصب الحكومي وبالتالي المجلس الإدارة يجب أن يوخر فأكو ضابطة داخل مجلس الإدارة تنظم هذا أنا أحب أعقب على قبل الله تعاقبين أو صج نجري أستاذيات طالع صج نجري ريحوا ياكم نهديه شوية بفاصل نرجع هنا أم كان فيه تعقيب حق الأستاذ الدلال قبل أن نطلع فاصل وأنا قاطعتها وهذا التعقيب هو أستاذ سالم أنت سألت شنو الهدف أو أجندة مثلا تكون لأننا نزلنا في قائمة وانتخابات وأول مرة انتخابات أنا أحب أضيف شغلة نعم عندنا هدف وعندنا أجندة بس أجندة شفافة أحب أقول لك إياها وشارككم فيها طبعا منذ تأسيس جمعية شفافية هي تأسست بـ 111 مؤسس في سنة 2006 2005 2005 يعني بعد أكثر عشر سنين من 2005 111 صاروا 300 خلال عشر سنين يعني بمعدل 19 عضو بالسنة معدل ضئيل جدا يعطيك مؤشر أن العضوية في جمعية شفافية صعبة وشبه مغلقة هذه أدت إلى أن مجلس الإدارة تتكون عنده مسألة تجديد العضوية أو تجديد مجلس الإدارة بشكل تزكية لأنه ربع وكلنا مؤسسيين وبهضط ورغم كثرة الأنشطة لا شك شاركنا بانتخابات هذا سببنا في تزكية لجان فالتغيير لابد أن يكون لأن العضوية صعبة ومغلقة فالتجديد يجب أن يكون من المؤسسين نفسهم نعم ضغط دماء جديدة نحاول نغير نحاول هذا نحن الذي رأينا أنه هناك بعض الأشياء التي نطورها في الجمعية فقررنا أن نخوض الانتخابات بقائمة نحن مؤسسين والقائمة الثانية مؤسسين وأهل وحبايب وربع ممتاز لكن هناك اختلاف في منهجية تطبيق بعض البرامج الجمعية يمكن مهنهجية حتى بعد في بعض الدراسات نرى أنه ممكن تتطور من واقع مهني من واقع مهني نحن نحن لم نقل من 111 عدد الأعضاء وصل و300 أبشرك اليوم عدد الأعضاء 140 140 140 لماذا؟ نقص العدد نقص العدد نقص العدد لأسباب وهو واضح ويمكن سمعته بتويتر تم شط نص أعضاء الجمعية 140 من 300 إلى 140 تقريبا 160 عضو لماذا؟ حلو كلام سيدي هذا سؤال يوجه لمجلس الإدارة السابق نعم مجلس الإدارة هو الذي شطب الـ 160 الشطب غير قانوني مجلس الإدارة يستند إلى لوائح أن لا يجد العضوية ينشطب صحيح لكن الشطب يتم بعد تبليغ الأعضاء يعني أنت ما بلغتني ولا ذكرتني أنزين هذا الشط تم خلال دراستكم حق موضوع الانتخابات نفسها وطرقكم الموضوع هذا فترة أخيرة نعم هذا الدافع أنت ما تقول ودوافع خلتك أنت تخوض في الانتخابات من خلال قائمة هذا أحد دوافع لأن لماذا يشطبون أكثر من نص أعضاء جميع الموضوع سمعوا أنه في انتخابات قاموا وشطبوا وشطبوا لا الشط يتم على سنين تصفي سنوية للأعضاء نعم لكي تشطب عضو لا بد من إبلاغ نقول تشطب حقك تشطب كمجلس إدارة لا بس بلغ أحسن هناك رسائل تروح للعضو لم تجد السنة لم تجد لا لا من توصل للرسائل النهائية شكرا أنت لم تكن رسائل لكي ترثب أستاذ أن الجمعية فقدت كثير من الكفاءات بدليل أن نرى الانتخابات هذه عندما وزارة شؤون وشتكينا رجعت الثلاثمئة كلهم وقالت اللي يدفع مني اليوم الانتخابات يجد الشيء ينتخب ممتاز لأن لم يكن شط قانوني خطوة زينة هذه خطوة زينة ولذلك كقائمة نقول نحن بدأنا إصلاح قبل أن ندخل المنجس إصلاح بأنك تسوي انتخابات وأنك تدخل الثلاثمئة مرة ثانية وتعطيهم الحق لأن نتم سلب بهذه الطريقة هذا قائمة وف بأن أنت تقوم بالانتخابات حسب زراعتها لماذا الدائرة مغلقة عندكم مثل ما قالت الأستاذ الدلال لماذا الثلاثمئة خلال تسع سنوات أو عشر سنوات لماذا ليس أكثر لا شيء أنه كان نوع من الاحتكار نوعا ما وهذا الشيء أحد الأسباب التي كنا نتكلم فيها على فكرة داخل الجمعية هل هناك شروط ومعايير لغنية هي حالة لسدارة يوافق أو يرفض لأسباب أو تكون ساهمت بأعمال تطوعية في الجمعية ممتاز بعد ذلك رغبت أن تكون عضو في الجمعية العمومية يتم إضافتك فكثيرين شاركوا معنا بنشطة لم يكنوا أعضاب الجمعية بعد ذلك قدموا وتم الموافق عليهم وآخرين لا مو بالضرور يعني يوافق عليهم هذا يعني يقول لماذا افتح الباب وتعال يمكن أن نقول مع السلامة ببساطة هذه معايير لكن أنا أعطيك شيء بعد أكثر دعونا ندخل شنو نرى الشفافية تظهر تغريرين في السنة تغرير محلي تغرير جمعية نفسها على أجهزة الدولة وتغرير ثاني يقوم من الشفافية الدولية عندهم تقريبا 13 نوع من التقارير الذي يطبق على كويت حاليا خمس تقارير هذه التقارير يفترض يراجع مجلس إدارة عندنا ومن ثم يتأكد من المعلومات التي فيها طبعا هي رقابية يسألون فيها ناس غير حكوميين ناس خبراء في الكويت ومدراء تنفيذيين يتم انتقاء شرائح معينة وعلى ضوء هذه إجابات معينة ويقررون أنه وضع الكويت سنقول في هذه التقارير أي عند مجلس إدارة عندنا رسولنا للشفافية الدولية على أن يقرأ ويتأكد من هذه المعلومات هل هي موثقة هل هي رسمية هل هي صحيحة هل هي دقيقة هل هي خاطئة ويصحح خطأ منها الذي كان يحصل أن هذه التقارير تمر ولا تدخل على المجلس الإدارة وتروح الصحافة رأسا ما حصل أن هذه التقارير كانت سبب أن الكويت تراجع مركزها إلى 1969 طيب أنا كمواطن كويتي مصالحي مستوى الكويت خارجيين ينزل أنا ما أقبل أكيد دورها بالضبط مو رفعت سمعة الكويت بالضبط أقول لك شغلة دولة الإمارات الشقيقة صعدت الرانكينج مالها عشر درجات بس بمجرد مراجعتها تصحيح هذه التقارير لتصحيح هذه التقارير تخيل لماذا لم تتضح عليكم هذا السؤال يوجه أنا بكل صراحة حق رئيس الجمعية بالجمعية العموية ستنطرح بعض القضايا وفي مؤتمر صحفي قادم ستنطرح قضايا أكثر بعد نحن على فكرة هذا الموضوع من قوته وشدته كان عندنا رئيس مركز معلومات جيد جدا استغال بسبب لما اكتشف أن هذا الموضوع لا يمر على مجلس الإدارة يعني أنتوا جمعية شفافية يعني أنتوا تتابعون أمور كثيرة في البلد بها الانتخابات يعني لا يمكن أن جمعية الشفافية تمر عليها تقارير وممكن تكون التقارير هذه فيها شبهات فيها أمور كثيرة قائمة النزاه تدخلها تدخل جراح مضطرين طيب أيضا من الشبهات هناك جائزة جائزة للشفافية عليها الشبهات يقولون سالفتها هي يشوف أنت عندما تحضر جائزة حتى تحفز المؤسسات الكويت حنقول الوزارات والهيئات أنها تتعاون معك وأنها ترفع من مستوها هذا شيء طبيعي لكن طبعا هي شبهة لا أستطيع أن أثبت شيء عليها لكن هي بالنهاية هل هناك طلع كلام نعم طلع كلام زيد نحن نتواجهنا في هذا كلام يعني أنت تشوف جدامك كما قلت لك إذا هذه التقارير تمر بهذه الطريقة إذا ما قاعد يحدث في الشيء ثاني وين منبع الشبهات أن الناس عندما تبعث واحد في وزارة الداخلية لتتابع مستوى الداخلية مثال يجب أن يكون الشخص هناك شخص متخصص في نفس تقريبا خط الداخلية الزراعة نفس الشيء الوزارة الوقاف نفس الشيء كل واحد دزله اللي قاعد يروحون الناس بغير متخصصة بالتالي حتى التقييم لا يكون جيد لأنه لا يعرف نعم في ختام هذا اللقاء هو بشكل سريع أستاذ عبدالخالق كلمة تبيها نخبوية تبيها رسالة تبيها اللي تبيها بكلمات بسيطة ومختصرة جدا ما عندي وقت أنا أوجه شكر حقيقة لقناة الرأي لأنها افتحت المجال لتسمع الرأي والرأي الآخر وهذا شيء جبلت على القناة الصراحة أنها تستضيف كل أطياع في المجتمع وأتمنى أيضا أن الناس لما يشوفون هذه اللقاءات يحكمون ضميرهم ويتعاملون مع هذه الروافد بشيء من الإيجابية جمعياتنا في العام وجدت حتى تخدم المجتمع ونرى الجميع يشارك فيها يأتيك العافية أستاذ إياد بكلمتين نحن نقول الجميع وخصوصا أعضاء جمعية الشفافية كلهم نعم ترحنا أخوان وزملاء ونبي نمشي بكل مهنية وفنية في هذه الرفعة الكويت لأكثر أسر الله أوفكم إن شاء الله أستاذ دلال عندك كلمة أنا صراحة وجه دعوة لكل أفراد المجتمع أن يحرص أن يكون عنده عضوية في جمعية الشفافية وبإذن الله سنضع سيستم للعضوية أسر الله أوفكم إن شاء الله ويعطيكم العافية على توجدكم وقبولكم الدعوة جمعية الشفافية الكويتية كانت ويانا على مدار هذه الساعة وشكرا قائمة النزاح لحسن المتابعة وقائمة النزاح والمرشحين اللي كانوا معنا وإن شاء الله التوفيق للكل وإيضا للقائمة الأخرى ندعو لهم بالتوفيق إن شاء الله كل في صالح الكويت عن نفسي أقول لكم تصبحون على خير سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر